تحقيق عال بقيام إمام مسجد في إربت بإلقاء خطبة الجمعة وهو مصاب بكورونا وإليكم التفاصيل فتحت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مساء اليوم تحقيقا حول الأنباء المتدولة بشأن قيام إمام وختيب أحد المساجد التابعة لمدرية أوقاف إربت بإلقاء خطبة الجمعة وهو مصاب بفيروس كورونا جاء ذلك بعد توجيه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليلة المعنيين في الوزارة إلى فتح تحقيق حول صحة تلك المعلومات المتدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجدت الوزارة تأكيد ما جاء فيه تعميم سابقة من إجراءات البروتوكول عند الإصابة بكورونا بما في ذلك الحجر المنزلي تجنبا لتعريد الآخرين للعدوى حسب المعلومات التي تداولها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي فإن أحد أئمة المساجد في محافظة إربت قال عند انتهاء من خطبة الجمعة أنا مكورا ليقوم بعد ذلك بالنزول عن المنبر والتوجه خارج المسجد وصلها في الساحة الخارجية للمسجد وبعد تقدم أحد المواطنين بشك وإلى مدرية أوقاف إربت كان الرد من قبلهم والله بالغلط حطناه لا حول ولا قوة إله تشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحقيق